من جديد أهلا بكم مشاهدينا لازلنا معكم وطريق الثالث وهذا اللقاء الثري جدا والخزب جدا من المعلومات والقيمة العلمية مع الدكتور عبدالعيم كحيل خبير إعجاز العلمي ودعي الإسلامي مجددا أرحب بك ضيفنا العظيم بارك الله بكم يا أهلا والسهلا توقفنا يعني عند فهم البعض لبعض الآيات الخطأ وتحدثنا عن أن هناك من يصف الإسلام بأنه انتشر بحد السيف وهكذا الآن الرسالة أو خلينا أقول حراك الفزاعة التي يتم نشرها في أوروبا تعديدا في فرنسا بعد دي الأحداث أن ما يسمى بالإرهاب الإسلامي هذا المصطلح أصبح يتكرر كنا عند لفظ إرهاب ونتوقف الآن الإرهاب الإسلامي الإرهاب الإسلامي وبدأ الانتهامات مباشرة إلى هذا الدين بأنه دين الإرهاب وحديث زكريا بدرسل زكاة الحياة منذ قيد وعدتك بأن نبحث عن كلمة السيف القرآن سأكتب هنا كلمة سيف كلمة سيف واضحة في البحث في البحث آه هنا في البحث السيف النتائج لا يوجد نتائج صفر إذن القرآن لم يذكر السيف بطلقا وهذا فيه عبرة أكثر ما كان يذكر في الشعر الجاهلة ويتخفاخر به العرب هو السيف غريب أنك تجد القرآن لم يذكر السيف الحكمة شيء متقصد نعم الحكمة بالضبط سنأتي الآن لآيات كلمة الإرهاب أنا طبعا كلمة إرهاب غير مذكورة سأكتب هنا إرهاب فقط ليتأكد المشاهد الكريم ويستطيع أي إنسان أن يبحث غير موجودة غير موجود إرهاب أيضا لا يوجد نتائج صفر إذن كلمة إرهاب غير موجودة طب يرهبون بقى يرهبون غير موجودة أيضا ترهبون ترهبون الإحصاء بالجذور هذا أوسع أنواع الإحصاء يعني عندما تذهب للجذر اللغوي للكلمة كلمة إرهاب ما هو الجذر اللغوي؟ رهابة تبحث عن رهابة يخرج لك كل الآيات التي لها علاقة بهذه الثلاثة هذا كده أنت هتجيب بحث شامل كل شيء مسح زري أيوة سأكتب كلمة رهابة واستخدم هنا الإحصاء بالجذور بالجذور كل ما هو يتعلق نعم أعطاني هنا كم نتيجة أعطاني 12 نتيجة طبعا هنا القيس زكريا وغيرهم حيقول لك هناك 12 آية تتحدث عن الإرهاب طب ما ديك نشوف الآيات دي خنا نشوف الآيات ماذا قالت هذه الآيات؟ سدعني فقط أصغر الخط قليلا ليكون واضحا تمام كذا كويس يا دكتور تمام الآية الأولى خاصة بني إسرائيل الآية الأولى هنا وأنا سألون كلمة باللون الأحمر ولا خليها بالأبل لا 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 خليها زي ما هي أو بالأسود أو خليها بالأسود كذا حلو أظل لها أول آية تتحدث عن الإرهاب الإسلام تفضل قراءها بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعماتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإيايا فارهبون أي فخافون الله يدعو بني إسرائيل أن يخافوا من الله ما علاقة هذا بالإرهاب؟ هو اعتبر أن هذه آية إرهاب فرهبون أي خافوا الله يعني ربنا بخاطب بني إسرائيل فهذه الآية وإيايا فارهبون فرهبون إيايا فخافون أو خشون بالضبط من الخشية ليس لها أي علاقة بموضوع الإرهاب هذه الآية الثانية أين وجدها؟ هنا ذلك طبعا هنا سأقرأ فقط هذا النص يهم الإخوة المسيحيين انظر ماذا قال القرآن عن هؤلاء المشككين الذين يدعون أنهم ينتمون للمسيح انظر ماذا قال عنهم القرآن ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصار ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ما علاقة بالإرهاب؟ يعني القس زكريا بطرس هو راهب يعني هذه الآية تمدحه القرآن يمدحه انظر هو كيف يتعامل يشوه القرآن أول التأويل يعني على الحسب ما يريد ليس لها علاقة في إرهاب تاني زي كده دكتور؟ أنا سنأخذ 12 نتيجة بسرعة في قصة موسى فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر الناس هذه قصة ليس لها علاقة يعني خوفوهم آه بالضبط فزعوهم من السحر من السحر ليس لها أي علاقة بالموضوع الآن أنا لدي هنا الآية الثانية قال تعالى هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون يخشوا يخشون هنا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة هنا بقى ممكن نتكلم نعم دعنا المشكلة المشكلة المسلمين لا يقرؤون الآية جيدا يأخذون الشبهة وتدخل في دماغهم ويذهب ويتعاملون مع ظاهر النص ظاهر لا لا مش ظاهر النص أنا سأتعامل مع ظاهر النص سأتعامل مع ظاهر النص هذه الآية القرآن موسوعة شاملة فيه علم نفس وفيه علم فلك وفيه طب وعلم بحار وآيات تتعلق بالخلق الكون إلى أخوال الجنين كذا وفيه آيات لها علاقة بالعلوم العسكرية لكي يكون القرآن كتاب كامل كما قال تعالى تبيانا لكل شيء لابد أن ينظم الأمور العسكرية للبشر اليوم أنت إذا يعني قرأت بعض الكتب العسكرية هناك مصطلح الصديق والعدو وهذا مصطلح عالمي الصديق يعني دولة صديقة العدو هو ما يجب أن تحذره ما يجب أن تعد سلاح يسمى سلاح الردعة ليس لتقاتله فيه يعني أمريكا عندما تخترع القنابل الذرية ليس لترمي بها روسيا مثلا أو ترمي بها كذلك لردعها لردعها فقط وروسيا كذلك وبريطانيا كذلك وكل دول العالم هذه قواعد عسكرية ليس لها علاقة بالإرهاب ولا بغير ذلك وأصبحت قواعد دولي قواعد دولية انظر هنا ماذا استخدم لو قال ترهبون به الناس أنا لا شككت بالقرآن لو قال ترهبون به الناس قال ترهبون به عدو الله وعدوكم وعدوكم إذن هذا علم نفس عسكري خاص خاص يقول لك العدو هذا ينبغي أن تخترع أسلحة رباط الخيل طائرات اليوم رباط الخيل هي الطائرات منظومة عس 400 سواريخ منظومة كذا وليس لتعتدي عليه ترهبون فقط كل دول العالم لديها أسلحة نعم وأسلحة للربعة وليس شرطة لاستخدامها قدر ما هي رضعة نعم ألا ينطبق أو تنطبق هذه الآية على مثل هذا التوصيف بالضبط هي آية في مجال علم النفس العسكري تصنف هكذا ليس لها علاقة بالحياة المدنية لأنه ليس فيها قتل الناس لم يذكروا فيها زكرة العدوة الدولة العدوة بالعدوة وهذا مصطلح علم يعني مصطلح دولة فنة ما فيه دول صديقة وفيه دول معادية معادية بالضبط وفيه دول بين ذلك بين هذا وذلك وعنك سلاح ردع موجود لدى كل الدول صحيح ثم ختمت الآية وَمَا تُنفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ إذن آية تدعو للإنفاق والصدقة وليس لها علاقة بالقتل لم تقل من يقتل كذا له أجر كذا هذا غير موجود في القرآن أبداً على الإطلاق دعني أتابع معك نكمل الاثنشر تقتنعت بهذا الكلام نكمل الاثنشر أنا أريد أنت أن تقتنع أولاً لا 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 أنا بحييك على تفسير الآية ترهبون به عدو الله وعدوكم وعدوا لهم ما استطعتم من ده 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 تفسير أنا بحييك على يدوتكم وكلمة الرهب في القرآن لا تعني إرهاب على فكرة كل آيات 12 سنراها الآن بمعنى الخوف ليس فيها إرهاب الإرهاب في الإسلام ممنوع ممنوع أن ترهيب الناس بمعنى الإرهاب اللي هو كلمة ردع الرضع الصامت خلينا أقول الرضع الصامت أيوة يعني رضعاً صامتاً خلينا لو أنشأنا مصطلحة في هذه الحلقة بالصبط هلأ الآية رقم قلنا الآية التي تليها اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دولة ما علاقة الإرهاب بهذه الآية ليس له علاقة ده الأحبار ورهبان طيب يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ما علاقة هذه تتحدث عن رهبان رهبان وليس إرهاب لا ليس فإيايا فإيايا فارهبون الله يقول لك خاشون طيب أنت تقول لي ألف آية فيها إرهاب أين الإرهاب يعني أنا لا أدري يعني إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً ورهباً في إرهاب طيب الآية التي تليها واضمم إليك جناحك من الرهب خشوع لله يعني أنت سيدنا موسى خاف عندما عندما رأى جعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية تدعوها رهبانية ليس لها علاقة بالإرهاب أبداً مطلقاً وليس مقصود بها الإسلام هنا في هذه الآية لا 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 أبداً لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون الرهبة هنا الخاشية؟ خوف خوف فقط يعني المؤمن العاقل يخشى الله لا يخشى الناس فهنا يحدثهم أنهم يخشون الناس أكثر من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون فقط هذه الآية رقم 12 انتهى ألا ما في الألف آية فهنا فيش فيش ألف آية لا 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 هو قلت آية وحديث يعني هو آية وحديث يعني يتخيل إنسان القرآن كتاب إذن هذا هو ما في القرآن خليني أنتقل حضرتك برضو في ذات السياق أو في ذات السياق نعم حول بعض الأحاديث التي اعتبرها البعض والتناقض مع القرآن نعم على سبيل المثال إذا مثلا تحدثنا في الآية الكريمة في سورة البقرة لا إكراها في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إذن هنا حرية الدين هنا الآية فقط آية ريتم جابة بعدها فحرية الاعتقاد هنا أصبحت يعني من الحرية التي أقرى الدين وأقرى القرآن نعم طيب هناك حديث يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله أيهما يعني يعني أنا يعدد ذلك تناقض يعتبر البعض هذا تناقض يمكن أن يكون سبب من أسباب اتهام الإسلام بالإرهاب سيد انظر المشككون والمنافقون والملحدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أشد تربصا وكانوا أكثر فهمة للغة العربية من هؤلاء طيلة ألف سنة أو ألف وأربعمائة سنة لم أجد أحدا انتقد هذا الحديث لأنهم كانوا يفهمون معنى الحديث الآن يأتي من يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس يعني كل الناس حتى يقول لا إله إلا الله طيب أولا النبي عندما مات في صاه البخاري كان درعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعا من شعير يعني كيس شعير ودرع النبي صلى الله عليه وسلم اليوم لو درع النبي موجودة كم ثمنها ملايين على رغم من ذلك وبيت المال المسلمين فيه مال والصحابة أغنياء لماذا فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليقول لك إنه يتعامل مع اليهود والنصارى والمخالفين له في العقيدة بل ويرهن درعه عندهم وليس لديه أي مشكلة لكي يعينك على تفسير الحديث لو كان المقصود بالحديث أن النبي يقاتل الناس حتى يسلموا كان من السهل أن يقتل هذا اليهودي ويأخذ ما لديه من شعير وطحين وغير ذلك لماذا لم يفعل؟ إذن فهمتم طبعا الخطاب للمشاكيكين فهمتم حديث النبي خطأا هذا الحديث مرتبط بيعني يجب أن تعلم شخصية النبي عندما يتحدث كان الناس يحاربون في الجاهلية من أجل ناقة حرب البسوس تستمر أربعين سنة كانوا يحاربون من أجل النساء كانوا يحاربون من أجل القوافل يقطعون الطرق من أجل المال يحاربون من أجل السيطرة واليوم حتى أن الدول اليوم معظم الدول يعني أمريكا مثلا تحارب من أجل ماذا؟ من أجل النفط من أجل المال من أجل السيطرة والهيمنة وغير ذلك طيب النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقول لك حديثا أيضا يجب أن تطبقه في العلوم العسكرية وليس في الحياة المدنية لأنه هو خير من طبق هذا الحديث أراد أن يقول لك كل أنواع القتال في الإسلام محرمة باستثناء نوع واحد يعني القتال من أجل المال ممنوع في الإسلام القتال من أجل السيطرة على الدول محرم في سبيل الشيطان القتال من أجل النساء ممنوع القتال من أجل السيطرة ممنوع هناك فقط أسلوب واحد للقتال هو الذي شرعه الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ومن قاتل دون ذلك فهو في سبيل الشيطان إذن حدد لك نوعا واحدا من القتال ثم قال لك أمرت أن أقاتل الناس يعني أنا ليست مهمتي أن أقاتل من أجل المال ولا من أجل السيطرة ولا من أجل القوافل ولا من أجل كذا أنا أمرت فقط بنوع واحد من القتال حتى يقول لا إله إلا الله طب ما هو ماشي أنا مع حضرتك نعم معك تفضل ماشي أنا بلغي كل أنواع القتال والاقتتال والفوضى التي كانت تحدث في الجاهلية وأن يكون القتال لله ما هو قتال لا فرق كبير أنا أشوف في القرآن الكريم عندما يقول وقاتلوا في ماذا دائما دائما تأتي في سبيل الله لماذا ليقول لك إن القتال في سبيل الله هو المشروع يعني عندما تقاتل ينبغي أن يكون لديك هدف هو نشر الدعوة في سبيل الله ولا تقاتل إلا من قاتلك طيب كيف أعلم ذلك الآية الكريمة ترد علي وتقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم الذين يقاتلونكم هنا النص الثاني من الآية يوضح أنهم معتدين أو معتدون نعم هذه هي الآية الشرفة أرجو عرضها فقط لنتحدث الآية أمامنا معنا وقاتلوا في سبيل الله النبي يقول لك من قاتل لتكون كلمة الله أي في سبيل الله يعني أنت ليس لديك هدف دنيوي طيب هذه الآية وهذه الأحاديث أين تطبق تطبق فقط في حالة الحروب والمعارك يعني أيها المسلمون إذا حدثت حرب بينك وبين دولة معادية أو كفار أو غير ذلك ينبغي أن تعلم أن نبيكم أمر بالقتال من أجل هدف واحد هو في سبيل الله ولكي يقول لا إله إلا الله وأن تكون كلمة الله هي العليا يعني يقول لا إله إلا الله أن أكبرهم أن يقول لا إله إلا الله لا يتضمن إجبار النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقاتل هؤلاء المشركين أنا لدي دراسة كل الحروب التي خاضها النبي كان الاعتداء من قبل الكفار عليه وليس من قبله يعني كان جهاد دفع جهاد دفع بالضبط أما التاريخ الإسلامي فيما بعد هناك أخطاء كثيرة ليس لموضوع آخر موضوع ممكن نحيلو نحن نريد أن نتحدث عن قتال النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط معركة بدر لم تكن اعتداءا على الكفار ولم يجبر أحدا على الإسلام يعني مثلا أبو سفيان عندما أسلم هل أجبره؟ عندما دخل إلى مكة يعني السؤال فقط لكي نزيل الشبهة عن عندما دخل فاتحا مكة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا أبو فاتحا مطلقة عفى عنهم رقم واحد وقال من دخل باب دار أبي سفيان هو آمن وأبو سفيان لم يكن مسلما طب لماذا لم يجبره على الإسلام؟ يعني حديث النبي الإشكالية هنا أنك عندما تريد أن تفهم حديث النبي يجب أن تسقطه على الأسلوب العملي والمنهج العملي والشيء الذي مرسه النبي وإلا يعني إذا أراد كل واحد أن يأخذ الحديث ويقول لك إجبار مشكلة هذه بعدين ما معنى حتى يقول لا إله إلا الله؟ يعني الحروب كانت تستمر أربعين سنة هذه رحمة بهم قل لي لماذا؟ الآن الحروب تبدأ في العصر الحديث ولا تنتهي انظر إلى حرب أفغانستان وغيرها والحروب في الوطن العربي وغير ذلك لا تنتهي هو أعطاك مخرج من هذه الحرب يعني أنت تريد هذه الحرب أن تنتهيك في أن تقول لا إله إلا الله وانتهى الأمر اليوم الحروب يحتلون الدول يقتلون الناس ولا تنتهي الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم حدد لك إطارا واضحا للحرب وهذا الحديث إذا أسقطته على الحياة المدنية تماما كأنك أسقط آية ترهبون به عدو الله وعدوكم إذا أسقطتها على الحياة المدنية مشكلة القز زكريا بطرس وغيره يفسرون هذه الآية أنك يجب أن ترهب الناس لم يفهمها في مجال الذي يجب أن تطبق فيه وهو العلوم العسكرية الحديث النبوي يطبق في العلوم العسكرية فقط داخل الحرب لا يطبق في الحياة المدنية شيء آخر أمرت أن أقاتل من الذي أمرني هو الله سبحانه وتعالى لماذا لم يقل أنا سأقتل فلان وفلان وفلان طيب كان هناك من اليهود من يؤذيه ماذا فعل معه لم يفعل شيئا مات ودعه مرهونة عند يهودي لماذا لم يقتله طيب لماذا لم يجبره على الإسلام باحث أنا سأتي فقط بدراسة لباحث اسمه البروفيسور كريغ بروفيسور أمريكي اسمه كريغ كونسيدن هذا الباحث هو أستاذ علم الاجتماع في جامعة رايس الأمريكية هذه الجامعة ليس لها علاقة بالأديان على فكرة جامعة شهيرة بالنانو تكنولوجي تمام درس حياة النبي وفقا لنظريات علم الاجتماع الحديثة كونه مدرس لعلم الاجتماع ماذا وجد يقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجبر أحدا على الإسلام والدليل قال أنا اطلعت بنفسي على الوثائق والعهود التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لوفد نصارى نجران عندما أكرمهم وأعطاهم حقوقا مدنية حتى إن هذا الباحث وهذا موجود على موقع في العادة الداودي للعمر الممتاح نعم قال موجود هذا الكلام في العهود وفي المخطوطات وأن هذه العهود التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء لهذه الوفود نصارى من سيناء ونجران تصلح كمقدمة للدستور الأمريكي اليوم تضمن لهم حقوق المواطنة طب لماذا لم يقتلهم؟ هذا السؤال إذن تطبيق الحديث ينبغي أن يرتبط بالتطبيق العملي ويرتبط بي يعني مثلا أنا أقول أستاذ هاني إعلامي وسياسي مثلا أو مقدم برامج سياسية يأتي شخص ويقول والله الأستاذ هاني مدام كلمة سياسي معنى ذلك أنه يروج للأكاذيب طب هل هذا فهم صحيح؟ غير صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أجبروهم على الإسلام هو قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله هنا كلمة حتى ليست بمعنى بهدف لا عايز تقول وضع نهاية نهاية للحرب عايز تقول أمرت أن أقاتل الناس هذا فقط اللي أنا ممكن أن أقاتل فيه ليس لدنيا بصب لكن حتى يشهدوا حتى يشهدوا إذا قالوا خلاص يعني مثلا انتهت الحرب حتى هنا ووضعت الحرب نهاية الحرب هو يضع لماذا يعني لو قال لك أمرت أن أقاتل الناس وانتهى سيدخل المسلمون في حروب لا نهاية لها وأيضا هو ليس هو ليس هو الغازي أو ليس هو الطالب لهذا بالضبط الجهاد بل هو يدفع وأثناء دفع لهذا الجهاد إذا توقفت عند لا إله إلا الله توقفت الحرب هذا ما تريد أن تقوم انتهى بالضبط هو يضع يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك إجراء عملي أنت لابد أن تدخل حروب لأنه دين جديد وينتشر من الذي جاء ليقاتل النبي الروم أم هو ذهب الروم جاءوا الفرس جاءوا ليقاتلوا كل القبائل اجتمعت عليه هو لم يذهب لقتال أحد طب أيضا في الحديث من بدل دينه فاقتلوه وهنا أيضا في نفس ذاتي آية شكالية من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ومن شاء فليكفر ولا إكراه في الدين بزبط هذا هو كلام الله طب من بدل دينه فاقتلوه يعني كيف تحل هذه الإشكالية قلنا إن هناك بعض الأحاديث يجب أن توضع في نصابها عندما تعمم الحديث في تبويب حيث تقول تبويب خاص الباب الذي نزلت فيه يعني آية تتحدث عن علم الفلك لا يمكن أن أضعها في مجال علم البحر ستختلط الأمور مثل الذي قال مثلا أصحاب نظرية الأرض المسطحة قالوا وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم دليل على أن الأرض ثابتة لا تتحرك ما علاقة الجبال بهذا الموضوع أسقطوا شيء على شيء فأنت هنا عندما يقول لك من بدل دينه فاقتلوه لا يعني أن أي شخص يبدل دينه تقتله قلنا إن النظام السائد كان نظام القبيلة أنت كيف تعرف أن هذا الإنسان ينتمي لهذه الدولة أو هذه البلد يعني الآن لو خرج شخص أنكر قوانين بلد ما وخرج على النظام وخرج على الدولة وقال أريد أن أعمل دولة كل دول العالم تقاتله وهنا موضوع القتل هنا ليس أنه كل إنسان يجب أن يقتل لا هنا يوجد حوار فكري سلم هذا الأمر لمن للدولة إذن هناك أحكام تخص مثلا مثلا السارقوا والسارقة فاقطعوا أيديهما طيب أي واحد يسرق تقطع يده لا هناك أمور تختص آيات وأحاديث خاصة بالقضاء آيات وأحاديث خاصة بالقتال آيات وأحاديث خاصة بالحياة الاجتماعية داخل البيت خارج البيت فأنت عندما تطبق حديثا على الحياة العامة يعني مثلا قانون الطوارئ يطبق في حالة الحروب لا يمكن أن تطبقه على حياة طبيعية ستختلط أمور ببعضها فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بقتل المرتد المرتد كان في وقتها أنه انسلخ عن القبيلة انسلخ عن جنسيته وكان الناس مسلحون في ذلك الوقت ليس مثل اليوم اليوم المرتد يجلس وراء كمبيوتر يحتاج إلى قتال فكري القتال فكري أما في السابق ماذا كان؟ كان المرتد لديه سلاح ويخرج على الدولة ويمكن هو أن يبدأ بالقتال فهذا الأمر كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك عالج هذا الأمر بشكل أنك تتقي شر هذا الذي خرج عليك حتى لو اضطررت يعني كما يقال مطلوب مجرم هارب مطلوب حياة أو ميتة حياة أو ميتة بهذا الشكل بس لماذا قال من بدل دينه طبما كان قال من بدل عهده اللي هو عهد الدولة خلينا نقول أو ميطاب الدولة أو دستور الدولة بلغتنا الحالية وأنه في ذلك الوقت لم يكن هناك دولة بالمفهوم الحديث والإسلام لم يضع شكلا للدولة لماذا؟ لأن الله يعلم أن هناك سيكون نظام برلماني ونظام رئاسي ونظام كذا ولعيسي للدكتور إن العهود في هذا التوقيت كانت دين بمسابة دين الضبط لأن الدولة الإسلامية كان أساسها أن تلتزم يعني ما معنى إسلام في القرآن الكريم وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجع ما معنى أسلم؟ يعني هل القمر يسلم أو الشمس؟ لا أسلم أي التزم بالقوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى فأنت ضمن الدولة الإسلامية ملتزم بهذه القوانين عدم التزامك بالقوانين يعني مثل اليوم اليوم مثلا شخص يقول لك أنا لا أريد أن ألتزم بقانون السير ويذهب ويخرج عكس التجاه ويخرج ويفعل ما يشاء ما هو رد فعل الدولة؟ هناك إجراءات؟ وهناك مواد تنص على المخلفة والعقوبة بالضبط إنسان وضع سلاحه وذهب إلى مثلا قسم شرطة أنا سأفعل دولة بمفردي الدولة لها إجراءات؟ الآن البعض يسقط هذا الحديث على من أراد أن يبدل دينه نعم لا لا غلط هنا المشكلة هنا بعض الإشكالية هنا محتاجة فضل اشتبك يجب أن نميز بينه انظر معي الآية والحديث والرأي الفقهي الآية والحديث لهما قداسة لا يجوز المساس بهما ولكن الرأي الفقهي هنا المعتمد على فهمك وفهمي وده متغير متغير وبالتالي الرأي الفقهي ليس مقدسا التفسير ليس مقدسا القرآن والسنة مقدسا بدليل أن الشافعي نفسه غير فقه من العراق لمصر أبو حنيفة وغيره نعم إذن هنا عندما يخرج فقيه ويقول اقتلوا مثلا من استهزاء بالنبي اقتلوا كذا هذا رأي خصه هو ليس له علاقة بالدين الإسلامي كما رأيت آيات يعني عندما قالوا الإرهاب الإسلامي بحثنا عن آيات الإرهاب التي يدعون أنها إرهاب وجدنا أنه لا يوجد شيء آيات الاستهزاء بالنبي أنا يمكن أن أخرج لك الآيات التي فيها استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وانظر لا توجد ولا آية في عقاب ولا آية فيها عقاب دنيا في عقاب لمن قم بالاستهزاء بالنبي يعني مثلا خلينا ناخد كلمة استهزاء مثلا انظر هنا ولقد يعني أنا أحب دائما عملي يعني أحب أن أطبق ولقد استهزئ برسل من قبلك فحقى بلذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون انتهى الأمر لا يوجد قتل أو حقوبة خذ الآية التي تليها مثلا الآية الثانية مثلا يحذر المنافقون نعم أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ليس فيها قتل ليس فيها رد فعل ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون إذن منهج القرآن واضح والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستهزئون به ولم يقتل أحدا ولما ولعقاب لله ولكن هنا لمحة أنا قلت لك فقط الجهاد الكبير هل سمعت به فقط لأن الجهاد في هذا العصر سماه القرآن بالجهاد الكبير كم مرة ذكر الجهاد الكبير في القرآن كم مرة هي مرة مرة واحدة فقط والعجيب أنها في سورة مكية لم يفرض جهاد السيف وقتها يعني هنا لو 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 حتما كلمة جهاد كبير نحن عن كلمة جهاد أو جهاد جهاد مثلا سنجد هنا حتى آيات الجهاد فيها مشكلة إذا أحببت يمكن أن نستعرض لدي أعرض في حلقة قادمة بإذن الله أو حين أعرضك إليها يعني يعني مثلا وجهاد في سبيله هنا فلا تطع انظر فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبير ماذا يعني هنا سيأتي شخص يقول لك جاهدهم أي اقتلهم جاهدهم اذبحهم هذا كلام فارغ سندخل إلى سلسلة الآيات لنفهم ماذا قال تعالى انظر معي وهو الذي ألم تر إلى ربك كيف مد الظلة آية إعجاز علمي تمام نختم بها إن شاء الله نختم بها دي آية إعجاز علمي يتحدث عن الظل ثم قبضناه إلينا قبضا يسير وهو الذي جعل لكم الليلة لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا آية فيها إعجاز علمي وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي يتحدث عن علم الرياح هنا إعجاز علمي وأنزلنا من السماء ماء طهور وكلمة طهورة هنا فيها إعجاز أيضا يمكن أن نتحدث عنها لنحيى به بلدة ميتة ونسقية ومما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم لذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وهو الذي خلق من الماء بشرا وجاهدهم به جهادا كبيرا جاءت ضمن آيات إعجاز علمي قبلها وبعدها ماذا يريد أن يقول لك؟ أي هم الجهاد جهاد العلم والكلام والكلام بالقرآن والمكلامة الحقة بالحقة بالضبط هذا هو الجهاد الكبير هذا الذي تريد أن أقوله؟ السيدنا بن عباس ماذا قال في تفسير الطبري عندما السؤال قال قالوا ما معنى وجاهدهم به؟ قال أي بالقرآن وجاهدهم به والجهاد الكبير لم يذكر إلا مرة واحدة في مكة إذن أنت إذا أردت أن تجاهد جهادا كبيرا أعظم أنواع الجهاد ليس أن تقتل أو تذبح أن تخرج معلومات القرآن وتوضح للناس أن هذا القرآن كتاب رحمة وكتاب علم وكتاب يدعو للحب ويدعو للتسامح يعني أنظر مثلا كلمة رحمة كم مرة وردت؟ معك وقت يمكن أن نخدم على السريع على السريع فقط نختم بها سأذهب إلى مشتقات كلمة رحمة كم مرة؟ هنا 339 الرحمة 339 العلم أنظر العلم علمة كم مرة؟ 854 مرة العلم مكانة العلم تصورها العقل مثلا عقلة العقل له مكانة في الإسلام أيضا العقل 49 مرة التدبر التفكر مثلا التفكر والتدبر مثلا فكرة أنا أبحث بالجذور يخلط كله 18 مرة التدبر ورد مرتين خاص بالقرآن عفنا التدبرون بالقرآن نعم كلمة سيف سأبحث مرة ثانية عنها أحنا أبحثنا عنها ورائنا؟ لا يجعل إرهاب لك إرهاب لك يعني يعني أنت أنظر إلى القرآن تجد هذه المعاني ينبغي علينا أن نوصلها للناس عموما نحن نحتاج إلى مزيد من الحلقات مع حضرتك إن شاء الله وأيضا لمزيد من النقاش حول ما ذكرناه أنا أرى أن المواضيع التي أردنا أن تحدثنا لأننا تتطرق لها لدسامة الموضوع وأن كل محور من المحاور يحتاج إلى حلقات في حد ذاته وبالفعل أحيلك الحلقات القادمة بإذن الله دكتور إن شاء الله إن شاء الله وقود حضرتك معي الدكتور عبدالدامي القحيل المفكر الإسلامي والخبير في العجاز العلمي شكرا جزيلا أهلا وسلم وإلى مزيد من الحلقات وأيضا مشاهدين أبدعوكم لمزيد من الحلقات مع الدكتور عبدالدامي حضرت القحيل معنا هنا على هذه القناة وأيضا على قناة اليوتيوب سيكون معنا مزيد من الحلقات وإلى حلقات قادمة من الطريق الثالث تقبلوا تحيياتي وتحيات فريق العمل هذا هندي بني وحييكم إلى اللقاء